إلى صحيفة العرب إلى مصر السيسي يحذر السيسي يحذر المصريين من ثورة جديدة عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترهيب الشارع من تداعيات الاحتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية ملمحا إلى أن فتورة الثورات كبيرة وما حدث قبل ثورة 25 يناير 2011 وأثناءها وبعدها نتجت عنه تداعيات سلبية كادت تسقط الدولة روى السيسي خلال احتفالية رسمية عقدت الخميس عن يوم الشهيد حكايات مثيرة عن تداعيات الخراب والدمار الذين أحلى بالبلد بسبب الفترة التي عاشتها مصر خلال ثورة يناير مطالبا المصريين بعدم تكرار ما حدث والتمسك بالحفاظ على بلدهم من التآمر عليه تزامنت رسالة الرئيس المصري إلى الشارع مع ارتفاع نبرة الغضب والاستيام من الواقع الذي صار عليه الناس جراء ظروف الاقتصادية والمعيشية بالغة الصعوبة وارتفاع معدلات الغلاء إلى مستويات قياسية أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لسوء الأوضاع الاقتصادية وقال هذا أمام حشد من قادة الجيش والشرطة ورجال الدين والإعلام ومن رجال البرلمان أيضا ولابدو الشارع مكترثا بتكرار تعويل النظام في مصر على التخفيف أو التخويف من مخاطر عدم الاستقرار ومن عدم الأمن باستدعاء الماضي على مستوى الإرهاب والإنفلات الأمني وسوء الأحوال الاقتصادية باعتبار أن التحديات الراهنة تبدو أكثر قسوة مما كانت عليه في السنوات الماضية إلا من ثبات الاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر